تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 24.5 طن من المواد الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات